للمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي محمد الطيب محمد مرحبا بك الولايات المتحدة والسعودية تعلنان استعدادهما لاستئناف المحادثات المعلقة في جدة رغم استمرار النزاع بين الطرفين كيف يبدو الوضع الميداني بداية اليوم وماذا في آخر المواقف من الداخل السوداني مرحبا بك وبسادة المشاهدين الأوضاع الميدانية أنباء عن تجدد اشتباكات في منطقة أم دلمان حول محيط سلاح المهندسين وأنباء أيضا عن إغلاق كبر الفتحاب الذي يربط بين أم دلمان والخرطوم منذ الأمس حقيقة الاشتباكات لم تهدأ بالمرة منذ الإعلان عن تمديد هذه الهدنة التي نحن الآن بصددها التي أعلن عن تمديدها لمدة خمسة أيام ولكن سبق ذلك عدة إشارات بأن المعارك ربما اشتعلت حددها وهذا ما حدث بالفعل شاهدنا ظهور لقارئة الجيش الفريق المرهان أيضا بالجانب الآخر رأينا ظهورا لقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو تشتعل الحرب إعلاميا وعلى المعارك ربما أيضا تغير التكتيكات هذه المعارك حيث الأنباء التي ترد إلينا عن المواجهات العنيفة التي شهدها معسكر طيبة الذي يتبع للدعم السريع في منطقة جنوب الخرطوم أيضا الأحداث الدامية التي حدثت بمنطقة جنوب الحزام أيضا جنوب الخرطوم ربما هي مناطق لم تشتبك منذ بداية هذه الأحداث ولكن تتركز الاشتباكات دوما في مناطق استراتيجية نتحدث عن سلاح المهندسين في الأندرمان نتحدث عن سلاح الإشارة منطقة الحنفاية محيط القصر الجمهوري محيط المطار كل هذه المناطق تتجدد بها الاشتباكات دوما ربما عدم التزام الطرفين بالهدنة عز المراقبون أن تعليق المفاوضات بداية من الجيش السوداني ومن ثم الجانب الأمريكي والسعودي الذي انسحب أيضا من هذه أو علق المفاوضات كان بسبب فشل آلية الرقابة التي تم الإعلان عنها يعني رقابة بعدة آليات منها الطيرات المسيرة وأيضا الأقمار الاصطناعية ربما فشلت هذه الآلية بتحديد من خرق الهدنة أولا لذلك رأينا هذه العقوبات التي ظلت السياسة الأمريكية دوما تتلق سياسة العصى والجزرة ربما احترقت الجزرة بأصوات هذه البلادق والآن تم الضرب بالعصى بحسب مراقبين أيضا أن هذه العقوبات ربما لن تؤثر على الجيش السوداني لاتبار أن منظومة الصلاعات الدفاعية قد أنشئت في التسعينات لقرن الماضي بالسبب العقوبات الأمريكية نفسها لذلك كل الأسلحة والدخائر وكل المنتجات تصنع محليا بالسودان وكما أصلفت أنها كانت بسبب العقوبات التي دامت لأكثر من ثلاثون عاما في ضمن نظام الفشير البائد لكن ربما تكون لها تأثير مباشر على قوات الدعم السريع أيضا هذه الانتهاكات يعني ظلت نرصدها باستمرار أطلق ناشطون واسم الدعم السريع يستبيح بيوتنا في إشارة لتوثيق انتهاكات الدعم السريع الذي لم ينسحب من المرافق المدنية المرافق الصحية بيوت المواطنين ربما هذا هو السبب الحقيقي لتعليق هذه الهدنة أن بالأصل هذه الهدنة قد سممت لإنسياب المساعدات الإنسانية التي حتى الآن لم ترد لنا أي أنباء عن بدء توزيعها في الخرطوم شكرا لك من الخرطوم صحفي محمد الطيب